بمحمد محوس وتشرفنا بلقائه والاستفادة من معلوماته ومن طرحه الرائع والجميل شكرا لكم والآن نستقبل ضيفين أو ضيوفا آخرين مميزين معنا لنسلط الضوء على جوانب مميزة في حياة الشاعر النبطي وهاوي وأحد ملاك الإبل ومن هوات المقناص والطير شخصية لامعة سجلت اسمها في الوقت المعاصر ولها تأثيرها في مجال القصيدة النبطية والإلقاء وكذلك التأثير المحلي للشعر النبطي مكانه في القلوب وله محبيه وهواته فلذلك بين الحين والآخر لا بد أن يستمع محبي الشعر النبطي إلى هذه القصائد سواء عبر هواتفهم المحمولة سواء في مجالسهم سواء في منتدياتهم فمعنا اليوم أحد الشعراء المميزين والرائعين الذين شرفنا حقيقة باستضافتهم وسماع إبداعاتهم ورحلاتهم ومواقفهم الجميلة حياة كلها يا مرحبا أرحب يا شيخ ناصر يا مرحبا والهما السهل يا مرحبا تفضل طرعونك يا مرحبا والهما السهل الله يبارك فيك شونك شونك شون ملز عليك طرعونك الله يعجيك بطاعة يلا حيّة ولا تعبت ولا يدمت يلا حيّة كيف الحال درع قحطان الشاعر ناصر بن لمدان شاعر له وجوده وله بصمته القوية في سواء في قبيلته أو حتى في مستوى الجزيرة العربية بأبياته القوية ذات الحماسة هو شاعر وكذلك محب للرحلات وللإبل وللطير مثله مثل العرب القدامى والعرب الذين لم ينفصلوا عن الإبل وعن الطير وعن الصيد وعن الأدب العربي بالقصائد الشاعر ناصر بن لمدان هو قامة شعرية نبطية سجلت رقما صعبا في الشعر النبطي وله جماهيرية واسعة سواء في قبيلته وسواء في المتذوقين للشعر النبطي في الجزيرة العربية حياك الله شيخ ناصر وتشرفنا بك اليوم معنا في هذا اللقاء الجميل الله يبقيك ويطول عمرك الشيخ منصور والله يبيض وجهك وشعت كثيرا بدعوتكم الغالية الله يطول عمرك ونرجو من الله التوفيق لي ولكم الله يبارك فيك طول عمرك شيخ ناصر بداياتك بداياتك مع الأدب ومع القصيد الله يمنصور بداياتي مثل بداياته أي شاعر السلام من 13 شانه 12 شانه الواحد يرى شمل على الخفيف يا السلام يعني ما أقول من فيه بداية أنه متغيرة من بداية العرب أبد أن كني إياه هذا تواضع منك سيخ ناصر حنا نعرفك شاعر ناصر باللمدان هو يشتهر بي أنه ما يحسب ما يقدم لكن اليوم حنا ما عندنا لحل حلة ما عندنا لحل حلة ودك تقوله ودكو أننا حنا متابعينك وعارفينك يا رب يطول عمرك شيخ ناصر فلذلك نريد أن تحدثنا ما هي القصيدة ما هي أقصر يعني مدة أو وقت ارتجلت فيه قصيدة الشيخ ناصر في موقف سواء موقف وطني أو موقف اتفاعي أو موقف حماسي أو موقف مشاعري ظهرت منك قصيدة مثلا فيه لموقف معين أكيد الشاعر له شجون ما فيه وقت محدد يا منصور القصيدة طال عمرك الجهيض السلام والغيض السلام أحيانا طال عمرك لو تبي مني بيت واحد ما قدر تقول وأحيانا طال عمرك لو يبدأ عندك لجوم ولا عند رجال مثلك وشرواك شرواك الطيب حضرت فيه ثلاث وان يا سلام على حشب طال عمرك على حشب الهاجش وتوفيق الله قبل كل شيء يا سلام الطير كان لك معه جولات أبو من يا شيخ ناصر أبو لمدان أبو لمدان الطير اللي كان لك معها سجات وروحات ثم حصل لك مفترق طريق مع الطير نبغى قصتك مع تزال الطير وقصيدة كذلك صحيح الطير طال عمرك بدايتي معه من عارضي صغير السلام أبوي الله يرحمه جاءنا في الجنة والديك والديك من صغير ومن أخي لم يساعد ابن خالد بن محمد نعم الله يرحمه الله يرحمه من أشهر الصغير السلام ولكن طال عمرك قبل قصيدة اللي في الطير وقبل قصيدة اللي في المجتمع وقبل قصيدة اللي في المقناص اندي قصيتم هالوطن السلام الوطن الظاهرن هاغلا من دي كل مو آشكيد السلام أقول طال عمرك هو الوطن هو راس الماء نعم أقول دام عجك يا وطن كل ليل وكل يوم ما جعجعنا نواي اللئيم ابن اللئيم دام عجك يا وطن كل ليل وكل يوم ما جعجعنا نواي اللئيم ابن اللئيم ريفر في يراي تديم وقل نجوم كلمة التوحيد ما غطها الليلة البهيم سيدي سلمان حنا لها وقت اللزوم نتامرنا وحنا نجعل القاسية هشيم شعبك الوافي معك في الدفاع وفي الهجوم دون حد الدار ما عندنا حشمة هشيم هي هي اللي تحسب حربنا حبة خشوم يمكن نكتجها للفعل والمجدة القديم مجدنا من عادها بالرماح وبسهوم وضربنا لو يخطي الراس وقعه في الصميم تحت ظل اخوان نوره امطوعته الخصوم مرحبا بالموت من شان زمزم والحطيم حنجنود الله على الارض وافين القسوم عزنا الله بالشريعة على النهج السليم منحة يا مامات مننا مقدروا محشوم ومنتوا فلق الربه بجناته النعيم وانت عبد الشرك والرجس مع طوم حروم هقوتك نفسك وغرر بك بليس الرجيم لين طحت بقبض الموت جعلك ما تقوم دون مكة والمدينة هنسوقك للجحيم منهج احفاد الصحابة قويين العزوم اخذوا فتوى المجوس ولا رأي الغشيء الغشيء صح حلسانك صح بدك الله اكبر انه والله دارين يا ابو لمدان انه ما ادخل من القصايد كلها لكن قلنا بنفتح باب باب القصيد ولا هذا فيض من غيض وليه بغريبتا عليك انت صاحب المواقف المشرفة والوطنية ما عليك زود والوطن لحقا علىنا كلنا اكيد وولاة امرنا حفظهم الله الله يحفظه من ثلاثمائة عام وهذه الأسرة المباركة أسرة آل سعود وهم يضحون ويبذلون الغالي والنفيس لينعم المواطن والشعب السعودي بالرفاهية والراحة نعود الى الطير الطير ابو لمدان الطير طال عمرك نقلتها من عضنية صغير السلام ولي في قصايد وواجد لكن والله ان الحفظ عندي مهو بلا قصا منها بيتين نقول محبة الطير قدمنا وثايقها وثايقها يكفيني ان اخوي كل عصرية عصرية لو اني شام اضيفها في بطايقها سجلت الصبح بحوال القوعية بحوال القوعية صح السابق لكن كل شيء كل بداية لها نهاية لا اله الا الله ما عاد بسيط لا اله الا الله ولا عاد من الطير اللي على ان الطير انه عشق ومحبة في قلب الصقار وعاد شويت القصيدة نوع اعتزال السلام على ان الصقاقير الموجودين فيهم الخير والبركة ولا اني بخص احدهم بعيني لكن ابيات انطرت علي السلام اقول خلاص اعتزلت سقارة الطير يا نواف يا نواف لو سقارتي ما جاتني شبه عارية عارية نقلت الحرارة اللي تشرف على المشراف ونقلت الشياهين جبليةها وبحرية قنصنا وصدنا عاد بعض الحلول انصاف قبل قيل بتيب الطيرية اسوادية لكن يوم لحق الطير في ذا الزمان اخلاف فالعاد بيشوفه ولا لي بطارية ولا بطارية كافه والله علىك سو والله ابو لم دعن انك انك مطلق وانك فعلا ما ترضى الا بالقمة كعادتك معالك سو معالك سو معالك تشرف الله يرفع قدرك طيب ابو لم دان اكيد انك اكيد انك كان لك يعني شجات مع الطير وكان لك روحات وجيات فكم اخذ من وقتك اخذ وقتي كله لا اله الا الله الا وقت العبادة الله اكبر اغلى طير ممر عليك في قلبك اغلى غلوة محبة ابو لم دعن شاهانة شامها متعبة لا وهي متعبة نعم وهي متعبة عساها يعني اهدية ولا بيعت ما ماتت بس اهداتها على غالي وماتت عنده لا اله الا الله لا اله صالة الثنتين كلها لا اله انتم يا اهل الطيور دائما سبحان الله هممكم علي ودائما طيوركم هدو هذه طال عمرك هذه غالية ولا اهداتها على غالية اهداتها على ولد عملي نشيب اللي كاف كاف اسمح يا شك كان جالسين في لبة الحنان السلام اللي في هالقصيدة اللي انت بتطلب تكون بطلبك اياها ايه والله ومعه طير وكان سامرين وشاب ينظف ونسولف فاق اهطاح طير حكذا بدون مقدمات لا اله الا الله تخبروا ابن عم وغالي كاف والغالي ما يهدل على الغالي والله كلكم مطالي المهم مني حلفت فعليه وحلف ولا خذاها اللي عقبة شق لنفس نشيب وبن عم ومطلق ان شرواك شرواك الطيب وكلكم والله لكن الله انها راحت له وعاد عيني فيها وماتت عندها لا 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 ان شاء الله هذا يومها ان شاء الله ابوه امدان انت ما لم تتوقف عشقك على الطير فقط بل انتقل الى الابل والابل هو موروث شعبي اصيل ما منا في الجزيرة العربية وخص القبائل الا ولهم قصص عشق مع الابل فهي محبوبهم وهي من ايات الله التي اعجز بها البشر عندما ارسل تلك الناقة الامة الى قوم صالح وقال جل وعلا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت فالاجداد واباء الاجداد لهم قصص وذكريات مع الابل وحبها والتضحية من اجلها وبدل الراء الغالي والرخيص بل اعتبرها كثير من الاجداد انها من ضمن عائلته التي يهتم بها ولا ينام ولا يرتاح الا بالاطمان عليها الفاخرة جعلها تبارك امين الفاخرة اخذت من قلب ابو لمدان الكثير واهتمامه فحدشنا عن الفاخرة ابو لمدان اول شي طال عمرك بس بصحح معلومة فضل تقول انت انت قال عشق الطير الى عشق الابل الابل معنا من عاد حنصار سلام قنا ناها طال عمرك مع حياة ابوي الله يسكين والديك ان شاء الله وتوفى وجلست عندنا سنين وبعناها وجلس حبها في قلبي السلام والفاخرة اللي خلاها اغلال بالعندي انها اول ناقش شراتها في الرجع في الرجوع وفاطر مبروك ويمكن انا انا بعلمكم بالقصيدة بس يمكن اكثر ناس بيروح يدور الفاخرة دي يحسبنها على قد القصيدة وبيعينها مهي بالقصية لكن اقول والله ان قلبي شوفت عطي الله يتوك يتوك والغلو والحب كل غدا للفاخرة الفاخرة فاطر انت لعب عقلي على كل الطروق مثل لعب الموج بطراف تشبد الباخرة زينها في لبة العندي من تحت البروك وكل علم طيب اللي النشامة ذاخرة في دي جا ليلا من الوسم هتانح حقوقي يلتح منوه ورب الخلايق صاخرة بشر الضيفان في البرد منها بالغبوك انحلبنا مقدم الشق ولا واخرة كافو 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 قلت قلت خلني احط فيها حليب بس لا جاولها ذي لا شك الناقة يكمل غلاها طال عمرك اللي صار تتجمل عند الضيفان قال لها تبارك القلب اللي خضر ما يخاله منه الشعار يا بو لمدان لا قصدك الشعار ما يخاله منه القلب الخضر ما يحتاج دايما الشاعر قلبها خضر والقلب الخضر يحب الشعار والشعار يحبونه ما هو ما هو بعله كلها في ناس ما يحبون الشعار حكي يعني العربة كلهم يحبون الشعار والله الشعر الشعر يا بو لمدان هو محبوب العرب قديما حتى رسول الله سلم كان له حادي بثمه أصحمه فإذا حدى بالإبل درهمت وأسرع يعني ممشاها أو ركضها فلذلك تعرف العرب أن القصيدة والشعر في مناسباتهم حتى في الأعيات حتى في المناسبات بل أدخل في خطب الجمعة بأن يستدل به في تقريب صورة أو تحفيز مبادرة أو جهة فعند العرب يعني محبة الشعر والأدب هو مستأصل حتى كانت توضع في الكعبة المعلقات السبع نعم يعني فكان وسيلة إعلام عند العرب قديما صحيح فقل من لا يحب قل من لا يحب الشعر لأن الشعر هو أجمل الكلام مرتب وعميق وذو معنى وذو رجز وقافية فلذلك هو كلام مرتب عميق يوصل المعنى بأجمل عبارة ويسهل حفظه وتناقله فلذلك هذا قصدي بأن الناس يحبون الشاعر بمحبته بمحبتهم لما يصدر منه الله يجعلنا وياكم المحبوبين عند الله وعند خلقه يا عاذلين القلب هذه طليعة طليعة أبيات أقول يا عاذلين القلب عن غايته ومناه لوه مركم ما مر ما عذلتوني خلوني على كيف ترى الصبر ويا عاذلين القلب عن غايته ومناه لوه مركم ما مرني ما عذلتوني خلوني على كيف ترى الصبر لحققصاه ما عادة تحمل شيء من كثرة اطعوني انا شخص كنت تعرفون ازعله ورضاه ما يزعلني ادنى شيء وامشي علهوني لك انشانة الدنيا والعادنية بياه تغير من الصكات شكلية ومضموني ما بغالي الا ما تلوعت من فرقاه واغلما فقتلي على الدينة ربوني على وي شباب العمر يشينها شيناه تعلقت فيهم بس صراحة وخلوني صراحة وخلوني صح السانش صح بدك دائما مولمدان يوصف الشاعر من المجتمع ومن القبيلة باوصاف يشتحقها او يلقى او يسمى او يعطى لقب هذا اللقب يتناقله الناس ويكون ملازما لاسمه خاصة اذا كان هذا اللقب صدر من من هم ذوي مكانه وبسبب مواقف معينة فحبين متى بدى لقب درعك حطان ومن اطلقه ابوه لمدان عليك اول شي طال عمرك تستاهل تستاهل الطيب والعليك زود اسم الرجال اسم ابوه اغلى من الالقاب بلا شك اللقب هذا طال عمرك اطلقه علي انا ما ودي تكون اجابتي تقليدية السلام لكن انا انسان صريح السلام اللقب هذا اطلقه علي اخوي شاعر العرب سلطان الهاجري امس عليه بخير نعم استاهل ابو محمد ولكن طال عمرك اعتقد ان كل شاعر يوقف في مواقف دون القبيلة انه درعك حطان السلام وكل شاعر يوقف عند منبر ويمثل قحطان انه شاعر قحطان وكلهم فيهم الخير والبركة على اني والله اني ما احب للقاب ولا بعد كتبت اللقب هذا قبل اسمي والعقب اسمي السلام ولكن لقبني ياهبو محمد وامتهنها الجمهور السلام ويطول عمره وعمرك وعمارهم وعمرهم استمرك ما يقصد تستاهل تستاهل استاهل طيب والوطن كله قبيلة واحدة ما في شك وكلنا دروع للوطن ومن لقب من قامات شعرية وقامات في القبيلة وشهد له الناس قبل هذا اللقب بان يكون يعني ذو رمز وذو علامة فهو يستحقها وانت يا ابو لمدان غني كما تفضلت عن الالقاب فاسمك لوحده هو يعني غني وهذا اللقب انت تستحقه في جدارة ونسواني وطهنة طيب ولمدان اكيد من ضمن رحلاتك ومن ضمن يعني مشاويرك الطويلة في الحياة قال لك مواقف مع شخصيات بارزة او حتى مع اصدقاء يعني مرت بهم الحياة فاثر في قلبك موقف معين او حتى شالفت معينة او قصة معينة تحبا يعني تنقلها للمشاهدين يستفيدون منها او حتى تعبر عن شكرك لصاحب هذا الموقف معك اول شي طال عمرك انت قصد المقانيس والرحلات المقانيس والرحلات انا عشت مع ابوي 18 سنة الله يا رحمه وعشت مع اخوي عبدالله بن شايق الله يقع له في جنات 20 سنة ونعم الرجل ونعم الأخو ونعم الرفيق حتى لوه القبر يعتبر اخو ويعتبر قدوة عشت نويه حوال 20 سنة طال عمرك رحلات ومقانيس وطلعات وناسة اللي يثر علي طال عمرك وفاته وفاته اخوياه اللي مع الله يرحمهم كنا قربه واحد منصور بن مقوي وخالد بن مقوي مانع ابن هذار الله يجعله في جنات نهي ومن غيرهم الحواتن غانم تنشرواهم شهرواكم وتوفوا مهر الحم وخذيت يمكن خمس سنوات معد قنصت عقب لا اله ولا وقت كراهن ذا الحين المكان اللي قجيناه معاد اقدر ايه مع ابن شايق ولا مع غير كل رجال رافقته فيه خير وتوفى والله اني معاد اقدر ايه المكان اللي اللي كان فيه اناشه وسيه ولكن نقول الله يرحمهم ويرحم موات المسلمين ابو نمدان ذكرياتك مع الشاعر الكبير ابن شايق حدثنا عن مواقف يعني كانت مؤثرة بينك وبين ابن شايق رحمه الله والله يا منصور المواقف واجد لكن يعني فيه موقف معين والله اني مذكر لاني حاول اتناسي المواقف كلها طيب نبي منك قصيدة حصرية ان توفرت نريد قصيدة حصرية لقناة الواقع توهت اول مرة تعلن ان امكن ابو الابدان والله اول مرة تعلن ما اني بكاذب عليك ما عندي شي جديد يعني مرة لكن في قصيدة عطر اختصتكم بها من طيبكم يا السلام معلك زود اقول المكان اللي ما تلقى فيه راحة انبغيت الشور حاول ما تمره دق سلف الجيف في نجد وفياحة وسج رجلك لا تلوم ولا تشره ما لقيت اطيب من علوم الصراحة وما لقيت اردى من الكذابة مرة والرديل اراخ خلى في مراحة يعلماله مع طريق الخير جره كل طيري يرفع قوة جناحة وانتكسر نص ريشة ما يسره ما يسره صح حلسان صح بدك علم فيها بيات النساء تامنة هلأ كان ابشرو بالعوض راسك العوض بلا شك ان خواطر الشاعر تعبر غالبا عن مضمون قلبه وما لديه من اشجان ومن مشاعر ابو لمدان بلا شك ان لك يعني في في هذه الحياة تجارب مع الاصدقاء ومع الرفقة كيف تختار ابو لمدان صحبتك في المكاشيت وفي المقانيس توافق من الله يا منصور توافق من الله والله يطول عمر فيه ناس انه ترافقهم بنجدل الله يرحمه فيه بيتين له تعتبر قدوة لكل شخص اللي يقوله ترى حايتين انت بحث اللي خفاها بعيد لا طال المرض ولا ليطالة الطرقة هذه والله اللي يظهر النرد والجيد ومنفاج بالثنتين منها ظهر فارقة الله 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 المالول قال كم خذت معرفيت قال خذيت يوم بليل قال عرفت اللي دونه اللي ورا لا اله الله الله فانا اقول للرفقة اللي ما تعمر على شاس شاس الصبح لا قيات الهبوب تهدمها لا مرضي النفسي فدور الرضا الناس اللي رفرف للجرايا علمها قايش الدنيا على كل مقياس امور تحسم لي واموره احسمها واش كلف الريال بهنود مدرس لا قوت رأيها ولا رعا غنمها الله حطاك الفاس يا طاب خلفاس اللي ما طعمنا طعمها ارحل ويرحل عني الهم والباس وفارق عجاف السنين وهمها الرفيق يا ابو ناصر نعم اقرب من لخو السلام يمكنك تبدي عليها شرار ما تبديها على خوك انش ولا كل ما بيصون الرفقة السلام فيه جحاد جميل وفيه جحاد رفقة وفيه جحاد لكن ابا الشرك الخير لا زال واحدا في الناس اللي مهلكون شروات شروات من عندي ذرحين يصير ابو لمدان بين الشعار احيانا مساجلات ورديات واسمونها هجوم ودفاع فاكيد ان ابو لمدان جاله نصيبا فيه مثل هال المساجلات فانا ما كيف كان دورك فيه انا ما عندي مساجلات عندي مصادمات حانني بي لطفها وادفتها عاد من الاخرى انا معلم كان انسان سريع انا ظاهر المساجلات اللي قربها الشعار ما قربت انا قربت المصادمات طيب ولكن طال عمرك مصادمات حانا ولا ماودنا به مصادمات لا انا لازم حط انقاطع الحروف مصادمات طال عمرك هو شيء كل القبائل العراش والعين يا سلا وكل الليها تاريخ كلها مجد وكلها ويحق للشاعر يفتخرب قبيلته ويمدحهم وحق مشروع ولكن طال عمرك ليهونها في الخاطر اني ما بعد اخطيت على قبيلها بعينها ولا بعد نقصت من مقام حد بيضره وجه اذا حصل بيني و بيني حد مصادمات فهذا اعتبر انا في شخص في مكان الدفاع عن قبيلتي عن وطني عن ديني ثم وطني ثم قبيلتي لا يمكن في تاريخي طال عمرك اني قلت على شخص وسبيته ولا على قبيله ونقصت من حقهم ولكن طال عمرك موقفي يتحتم علي اني وقفت ونبني عم لا خطأ عليهم حتى وحتى الخطأ لقى طال عمرك رديت العلم على رأيه قبيلته منزهها من المرضي كلبه طيب ولم دان احيانا رب الفكرة بس وصلت وصلت جدا وهذا اسلوب الشعر الراقي انه لا يعمم بل هو يأخذ النقطة اللي فيها الهجوم ثم يردها ويبيل مثلا بطلانها ويظهر حقيقة بدون ان يعمم او يعني يظلم قبيلة ويظلم تاريخ قبيلة معينة بل يظهر الموقف الحقيقي ويبطل الادعاءات غير ذلك نعم طيب ابو نمدان ما هي نصيحتك للشعار الجدد او مشاريع الشعار الجدد الذين قد يخوضوا غمار مثلا القصيدة او حتى المصادمات اذا ما كانت منافسات كيف نقول لهم برسائل عدم التهور عدم التعميم عدم هضم حقوق الاخرين وان كانت تدافع عن قبيلتك ولكن لا بد ان تكون منصف كيف تكون رسائل والله يا ابو ناصر بقول شيء رب يطول عملك انا ما بعد مكنني الله سبحانه وتعالى في المكانة هذه اللي ان تقول اوزع نصايح انا يمكن ادور نصايح انا لازل تدور نصايح لان الكامل وجه الله سبحانه وتعالى ومن ناحية يطل عمر مسار الشاعر في الماد طويل الماد ما هو بقصير يا ابو ناصر بلا شك ما هو بعله كل حال كل شاعر الشاعر لقابله قصيدتين ولا ثلاث وظهر في السنابات وظهر بيننا خلاص طب بن قدلان الله يرحمه قم صحيح مستحيل يقولك انا الشاعر بن قدلان مستحيل مدرسة شا قوله انت نعم انا ترى اخص على بن قدلان من غير قصورهم فيه الشعر الباقيين فيه اعلام شعر ما يحتاج بلا شك ولكن طال عمرك الحيين لو نذكر واحد النشانة شرح يا السلام والله ما نبي حرص على على القصيد اللي يسبب التافر قبيل القبائل احسنت ولكن مثل ما قلت لك انا رجال انطال عمرك اوقف دون بني عمي دون ديني ووطني وبني عمي ما اخطي ولا تجاوز الخطوط الحمراء وفيه بيتين طال عمرك اقول الشاعر اللي ما براسه حمية للدين والدولة هم يجد القبيلة هذا معه مخلاب مثل حدية صيدة في شيلة مثل شكلة في شيلة والله يبو لم دانا القصف عندك على اعلى مستوى ما شاء الله تبارك الله قصف على صورة والله بلا شك ان الشاعر يحمل سيفا هو احد ابيات وكلمات هي والله احد من السيف عندما تلقى او عندما يعني يواجه بها من اعتدى او من تعدى حدوده فلذلك الشاعر قديما وحديثا له منزلة منزلة حتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والله كان له شاعر وحسان ابن ثابت وكان يقول صلى الله عليه وسلم له أهجهم وروح القدس معك تخيل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر حسان بأن يدافع على الاسلام وأن يهجو منهج الإسلام ويخبره أن جبريل عليه السلام يؤيده ويؤازره في هذا المجال وهذا دليل أن الشعر له منزلة وأنه وسيلة إعلام قوية جدا جدا في الدفاع وفي البيان وفي إظهار الحق وفي كذلك تفنيد بطلان الادعاءات والاتهامات فالأدب كان وما زال في حياتنا له قيمة عالية وقيمة قوية جدا في إظهار القيم السلوكية والإنسانية المرغوب فيها مثل مكارم الأخلاق ومثل الأداب والأصايا والنصائح وكذلك في الدفاع عن الإسلام وعن القيم والسلوكيات وكذلك رسائل النصح والإصلاح بين الآخرين أكيد شاعرنا الحبيب أبو لمدان لديه من القصائد التي كان فيها رسائل اجتماعية أو إصلاح أو يعني ذات قيمة اجتماعية تربوية ولا يا أبو لمدان؟ نعم أحسنت أتحفظ نعم استاهل والله في وقتها والله يبقى لمدان لأنه طال عمرك استطر له مجد والله يستاهلون كافوا والله وعلومه هذه طيبة استاهل فيها بياتهم قلتها أول ما لأنه يطل عمر تناجل من واحد من ابناء قبيلة كحطان عرض عليه مئة مليون عرض عليها أموره واجد ولكن طال عمرك ابتغلي عند الله وخلى الدنيا ورفعها الله درجات يا السلام عند الله وعند خلقه يمكنها تعفف من الأمور هذه المادية وجاه دبلها وثري وإن شاء الله نلجر قبلها كل بوها سمحت لي أبو لمدان سبحان الله حنا نرى عندما تأتي حادثة قدر من الله جل وعلا بدون النظر إلى من المخطئ بلا شك أن الشيطان حصل بين أول جريمة كانت بين ابني آدم وهم إخوة أشقاء ومع ذلك حصل هذا المقدر الذي الله جل وعلا أراده أن يحصل لنستفيد في المستقبل كيف نتوب كيف نعود إلى الله جل وعلا كيف نندم كيف نبتعد عن مثل هذه المسببات لمثل هذه الأخطاء ولكن مع ذلك علمنا الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كيف نعفو وكيف نصفح وكيف نجير هذه المواقف إلى دروس تبقى وأن نكون قدوات في الصفح وفي السماح ويستفيد المجتمع من هذا الخطأ ليكون مدرسة مدرسة للعفو والصفح وقمة العفو هي عند المقدرة عندما تنتهي أمور الدنيا ومغرياتها ثم يأتي أهل مكارم الأخلاق وأهل الهمم العالية وأهل السمعة الطيبة قل ليطلبون لجر والثواب من الله فيعفون بعد أن قدروا على القصاص وهذا لا يصدر إلا من النخبة ومن القبائل ذات التاريخ العظيم في الكرم والصفح فالقبيلة بذاتها هي قبيلة عريقة من أكبر القبائل وأعرقها وذات المجد التليد المجد العظيم ومع ذلك رأينا كيف عودونا على مكارم الأخلاق ثم ما زالوا يسطرون القدوة الحسنة في مثل هذا الأمر فشكرا من هذا المنبر لكل من عفى وكل من ضرب لنا أمثلة الصفح والعفو وتقدير المقامات وتجديد قصص العفو فمن عفى وأصلح فأجره على الله فالضرب ولم نعم أقول يا حرب الدول لثور الملح والدخان يا هالموقف في كل حجة يشوق العين أهل نخوه وفزعه وهل رمح وهل سنان لصاح المصيح جوك وقت الطلب عجلين يجف في القلم من موقف الشكر والعرفان ويضيع القصيد اللي ذخرناه للوافين يجف في القلم من موقف الشكر والعرفان ويضيع القصيد اللي ذخرناها للوافين عسى الله يجاز يرعي يا لجر والإحسان بعفوه ومغفرته وكل يقول آمين هذا الموقف اللي يكشف القرم والقبان هذا الموقف اللي يكشف القرم والقبان ويكشف خفايا الناس ويكشف خفايا الناس لقصين والدنين هذا الموقف اللي يكشف القرمة ولقى بان ويكشف خفايا الناس لقصين والدنين تجملت يا حميد جميلا علينا بان وخلت مجد مباقيين بينه حين وحين وجميل الحروب اكبر من الشمس يا قحطان وذا دين فرقاب قحطان اللي يوم الدين يوم الدين صح لسان حميد القريق ري الحربية نقول لها الله يبيض وجهه ويجزاه خير ويطول عمره والله يكثر من امثاله وشكله اللهم امين وشكرا ايضا لكل قبيلة حرب وكل العقلاء ولا ننسى ان نقول لابد ان يبتعد الشباب عن مواطن الغضب ومواطن الاشتباكات والمواطن التي يحضر فيها الشيطان ونعلم ان الارواح غالية وثمينة وان فقد الابناء هو شرخ لابد ان لا يتساهل الانسان باي خطأ يقدم عليه بحجة لديه قبيلة يدفعون ديها وغير ذلك لابد ان نعلم ان ليس كل مرة تسلم الجرة وان ليس كل مرة الله جل وعلا يسقن لك من يعفو عنك فلذلك مهم جدا الاهتمام بالارواح الاهتمام بالبعد عن مواطن الغضب وليس القوي بالسرعة ولكن القوي الذي يمسك نفسه عند الغضب وهذا دور العقلاء وهذا دور المربين ان يهتموا بتوعية النشئ وكذلك تنبيههم ان الاخطاء قد تورث مصائب كبيرة وقد لا ينجو منها الانسان يرتبط ايضا البدوي الاصيل محب الطير والابل حب شبة الضو لكن ترى يا ابو لمدان ترى الآن عندنا نظام في مركز الوطني القصيدة هذه قديمة قديمة مرة بنكمل بنكمل عاد انه لابد ان يكون الحطب مستورد حماية لأشجارنا البرية وان يكون على منقل او منقد كما يسمونه هذا تنبيه طريف اردنا ان ندخل الطرفة لكم ولكن عاطنا قصيدة شبة الضو وانت من اهل الضو معلك زود انا اقول للرجال اللي ما يتعلق بشبة الضو وبالمقناص بالبر وبالطير وبالناقة وبالفرش وبالبندق والله يا منصور النية ما ودي اظلم لكن اشك في مرجلته شوي لا يمكن ما تعين كل رجال طيب الله متعلقن في واحد من المنظر يا ابو لمدان يمكن عندهم مجالة ثانية لا تحمم جانبك في الجنة لا بدان حتى المجالة الثافيريين رجال اعمال وفي مشايخ وفي نعم متعلقن ب يمكن قصدك فيما يخص البداوة البداوة نعم نعم تقصد في مجال البداوة نعم اقول طال عمرك عمرك ما يقصر انا شف بالي شبت الضو في الحنام مع خمسة عيال النشامة شقردية شقردية اخفاف النفوس اعزاز ما فيهم المنان ولا فيهم اللي قاصراتنا هقاويها سجل قدم في خاي عن كنه البستان مزونه تجبر كل صبحنا وعصرية وفارق كلام الناس والزور والبهتان ودور شفاروح من الوقت مبرية ولا دق في عرض المقفين يا سلطان ولا اقول هذه للمقفية وذي ليه انا لا سلمت الدين ومقابل الديان غدا صدر يوسع من حدود السعودية بحمل زهابي واجعل الطير في الناسان واسجل قدم في نجد والروحة مقفية اقوله انا ماني بجايع ولا ضميان لك النات حالة للهبوب الطبيعية لي الله رزقني بالقناعة فنربحا لو امشي خلوة وذوق في نجال برية برية كفو كفو القصيدة هطول من ذلك لكن اختصرناها عميقة عميقة هي ابو لمدان عز الله انها يعني تصف تصف لنا كيف يطلق الانسان عناق روحه في المكشات وفي ما يحب فثمرت الدنيا خوة مطاليق وسيارة انتطربك للبر لما يسمى الجيب وزود عليها ابو لمدان محبة اهل الطير قبل ما يفارقه فهذه هي طرات الحياة نعم اذا اردت السعادة فكافئ نفسك بما تحب لا ما يحب الاخرين بعض الناس يكافئ نفسه بسفرة مثلا خارجية لدول اخرى سواء كانت ايا كانت وهو يحب اصلا السفر للمناطق الطبيعية الداخلية في بلده سياحة داخلية ولكن يجامل الناس على اهوائهم لا والصحيح ان استجمامك حسب قلبك وراحتك نعم راغبتك وليس حسب ما اشتهر مع الناس يعني لا تصير مع الخير يا شقرة انما ابحث عن ما تحبه نفسك وتطرب له فهذه سعادتك الناس يختلفون اهوائهم وما يحبون وما يطربون فلذلك اختر ما يناسبك المقناص يا ابو لمدان ما عاد عندنا مقناص الا ان كان في السودان او جنوب افريقيا او السنغال واش كانت ايامك مع المقناص مقناص طال عمرك انا قصيدة المقناص يا ابو لمدان انا مع المقناص من يوم اخلقتي السلام ولكن نحترم طال عمرك قوانين الدولة السلام ونلتزم فيها هذه وقصيدي واجد في المقناص لك انا بعطيك بيات من قصيدة اشتهرت وشلها اخوي المبدع الشعر الكبير فالح الطوق اشتاهل ومشي عليك وعليك في الخير اقول خلوني يرحل عن الديرة ومن فيها خلوني يرحل عن الديرة ومن فيها بحاول اغيب على انظار يومين والله ما قلتها من كره هليها لشك من ضيقتن في الصدر تاتيني انا بدوي والطواري مني ناحيها لقفة نهاري وشفت الليلة قافيني بضرب في جوجل خلا والله يسويها لمدة في البلد ما غمضت عيني والضمني نجع للسيل يسكيها من كبريل باليخشوم الحصاتين الحصاتين يدوج فيها وصبحها ومسيها لو المداهيل تضحكني وتبكيني والعلها اللي بصدري ما يداويها وفضل اعلاج على طبا ما يداويني الا نفوذ وورا ندقان ناتيها من الف واربعمائة واربعة وعشريني ليالي يسهيل تطربني مساريها من فوق شهب الجيوب اللي تسريني وقفي عن الناس قاصيها ودانيها وصد عن وجه شخص ما يدانيني يدفن همومي وحزني في ضواحيها ودور الصيد لعلها يسليني هذي مشاريقها ولا معاشيها وهذا رفيزا على جرها اباريني ومركاية في عبلة تكثر شواريها اسمع وحيف الهواء محدم بوحيني واسمر مع دلة في الليل مركيها على اجمارات من النشناشة تدفيني وخير منها صلاتي يا مصليها واللي خديتها من الدنيا يكفيني يكفيني صح لسانك صح بدك ابو لمدان بلا شك ان للشاعر محطات يقف فيها مع نفسه مع نفسه وانتكرتها وخير منها يعني الصلاة والتعبد بلا شك ان الشاعر لا بد ان يحفظ نصيبه مع ربه جل وعلا باذكاره وصلاته والمحافظة على كل ما يجعله دائما متصلا بربه جل وعلا بالاذكار والدعاء والصلوات ولذلك نجد ان قلب الشاعر المليء بالايمان يظهر دائما على ابياته وعلى قصائده فلا ينسى ان يعظم الله جل وعلا في ابياته وان يختب قصائده احيانا بتوصية بالمحافظة على الصلاة المحافظة على الاذكار المحافظة على الصحبة الصالحة فنعم الشاعر والله من لا ينسى ربه في قصائده وان يكون دائما مرتبط بربه ومرتبط بثقافته ودينه وعاداته وتقاليده ابو لمدان كثير من الناس يردد ما صنع جده وجد جده من بطولات ولا يتقدم خطوة واحدة بما هو سيفعل او ماذا قدم فهو نائم على مجد ابائه واجداده ولا يقدم شيء ليس له يعني مواقف قوية في الكرم في الجاه في الوقفات مع ربعه وهله وجماعته وبني عمه الله يبيض وجهك بل يغيب عنها دائما فماذا تقول ابو اقول اول شيء الله يبيض وجهك وجهك طرح امرك قلت كلامه في خاطري الله يسمى والتعميم ما نعم مملكا حين طال عمرك بنحط على الخط واللي بيدنق علىها ويشلها ويحطها واقرا شيء سهله اقول امدار خف القصف ما هذا بقصف انا اتكلم ترى هو يقول ما هو بقصف الربع وهي ارض ارض جو جو يعني لكن بسنوب لم داني نسميه في المناشبة بالمناشبة يا منصور ان شيخ من شيوخ ما عليك زود الله يطول في قهلوه الاسلام وكل علونكم طيبة ما عليك زود فانا اقول هذي ابيات ان اقولها شخصا بدون ذكر اسمه نعم اقول ابوك ما تودفن والله يوشعله وسعله ولا انت في الارض يقع له ما يوسعلك يمكن علومه مع الايام تشفعله لكن والله مدري ويش يشفعلك لا تقول قدي فعل وبو اذا فعله اشطب على الماضي وعلمني بفعلك لصارع المكردي منه بيرجع له لبوك ولا يقدك ولا يرجع لك ويرجع لك الله عميقة عميقة البيات هذه والله جماعة عميقة وهي رسالة رسالة لمن يتكل على ما مضى نعم من فعل ابائه واجداده وهو لا يريد ما يشوي شي ما يشوي شي نعم نعم ويحسب ان النعم قد جيب سهولة بذا ان ابوه جده وبوه جده الله يرحمهم افعله وراحه لكن لا تتكي على التاريخ والمجدليا انت ما انت بقد السلام وبلا شك ان اللي ما لها فعل في شبابه ترى لا شاب تكوده الامور الصحة ترده والمال يقل فلذلك دعوة للشباب اسلكوا مسلك شيبانكم في الطيب والمراجل والكرم ترى لا شبت كايت تنعليك بعض الامور فالله الله يا جماعة الخير بان نربي ابنائنا والجيل على مكارم الاخلاق روية انه صلى الله عليه وسلم قال انما بعث ليتم من مكارم الاخلاق ولما سبيت ابنة عدي وسمع او علم انها من ضمنهم عاجل صلى الله عليه وسلم باكرامها واكرام يعني اخيها لان ابوهما عدي بن حاتم حاتم الطائي حاتم وكان عدي واخته يعني بمنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب مواقف ابيهم الرجولية وكرمه الحاتمي الذي يضرب حتى الان المثل به فالله الله اكرموها فانها بنت اكرم العرب يا سلام يا سلام فلذلك مهم جدا ان تربي ابنك ان يصلع له مجدا مستقلا بنفسه شجعه ادعمه اذا عزم شجعه على العزيمة ولو كان فيه سادس ابتدائي خامس ابتدائي رابع ابتدائي شجعه على مكارم الاخلاق على مجالس الرجال على حفظ الادب الشعبي والادب الجميل ليكن ابنك صانع لمجده بذاته بعد الله جل وعلا ولا يكن في ظلك الى الابد بلا شك ما زلنا مع يعني لطائف الادب اللمداني يسميه ان تعزز ابو لمدان للي عصى ربه نعم في قصيدة جميلة وهو فعلا من افلس في علاقة مع الله جل وعلا والله ما ترفعه الموازين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الشاعر ذو الشعبية العالية دائما يستخدم شعره وادبه في كل رسالة تربط الناس بادبهم بأخلاقهم بمرؤتهم بعاداتهم واهم شيء بربهم جل وعلا شاعدنا المميز دائما وهو حاضر في القصائد التي تربط الناس بأهم ما لديهم علاقتهم بالله جل وعلا وكان له هذه القصيدة التي يدعو يدعو الناس أو يدعو كل من المستمع بأن يلتزم بعلاقتهم مع ربه هتحفنا يا بولمدى على خشمي عليها الشحن والله يا الشيخ منصور الشيء اللي مهب لالله يبطل سلا والعلاقة اللي مهم مع ربك تبطل الله أكبر وكل شيء يفنا السمعة تفنا والعمر يفنا والمال يفنا والجمهور يفنا كل شيء يفنا إلا علاقتك مع ربك الله أكبر هذه أبيات ما هي بقصيدة لكن أبيات أقول يا عزتي للضعيف اللي عصى ربه ما معه في القبر لا محزم ولا عدة من طاوع إبليس قام إبليس يلعبه ومن طاع ربها ضحك في ساعة الشدة سلام يا عزتي للضعيف اللي عصى ربها ما معه في القبر لا محزم ولا عدة من طاوع إبليس قام إبليس يلعبه ومن طاع ربه ضحك في ساعة الشدة ومن جايبيني غالبك ومرح حبه ومرح ما همني لو طالت المدة من عاقتي ما مدح الرجال واسبه لكن يصد والصدة هي الصدة هي الصدة الله أكبر يا سلام يا سلام رافق من الناس أقول رافق من الناس من تبغى ترافق ترافق وسجل نفسك مع الطيب وثيقة وثيقة يمكن توافق ويمكن ما توافق المهم متعب على كشف الحقيقة الحقيقة ما دبل شاب دي مثل ما مشاء المنافق كل يوم اللهم على العالم طريقة يا سلام يا سلام والله يا بولمدان يعني لا يمل مجلسك الله يجب وقصائدك والله ليس لأن تجمعني أنا وياك قبيلة الله يجب ومحبة وصداقة قديمة لكن والله الذي لا إله إلاه إنها من أمتع الجلسات العدبية والشعرية والمشاهد يشهد أنك على طبيعتك وعلى سجيتك وليس عندك تكلف ووالله ليس بيني وبين أبو لمدان أي ترتيب على القصائد سابقا إنما بعد ما وصلنا إلى هذه القناة ويحب دائما أن يكون اللقاء ودي وعلى البديهة وعلى السريقة وعلى الريحية فاستمتعنا بك أبو لمدان هذا الساعات ونشكرك جدا على تلبية هذه الدعوة الكريمة وتحمل عناء السفر والقدوم وشكر خاص مني وشكر من المشاهدين لك على هذا الإبداع وعلى هذا التميز الله يطول عمرك ويبيض وجهك ولبانا الدعوة عمرك من غلاك ومكانتك وقدرك جاء الرب يطول عمرك وغل القناة والقايمين علىها والله ما دلش عاد أقول الله يبيض وجهكم والله لا يهينكم ويطول عمركم أنت وافي وأنت رعي الفضل وأنت رعي المنه وأنت اللي تفضلت وتكرمت علينا وعلى القناة واللي مثلك من الرجال اللي محسوا بينا في المجتمع ولهم وزنهم ولهم فعولهم اللي تجمل تجملهم وتجمل قبيلتهم وتجمل الوطن كله فخر استضافتهم وهم من يستحقون الظهور الإعلامي وهم من يستحقون الإشادة فبثلهم يقتدي جيلنا الصاعد ويتعلمون مكارم الأخلاق ويتعلمون التعامل مع القصيدة والأبيات وكيف يرسل الشاعر أبياته الموزونة الحكيمة في رسائرها الاجتماعية والجميلة شكرا لك أبو الأمدان العفو يوم هيج معنيني وياك قبيلة ما ودك أعطيك أبياتهم فالعاطف بالأشك تفضل طال عملك شرفني العاطف تاجنا عراشي وقحطان وكل طيب من القبائل أقول المرجلة كائده والبخل يهونه يهونه وعلم يجيب المهونه قفلوا بابه بابه حنا لنا شمعتم بالطيب مقرونه وليترد دردي والله ما كنابه والعاطف هي حربة في الزور مدهونة لقى نهارا كبير تكثر أنشابه لمنع تجابه بن عاطف جنة جنونه ويغنيك من حد شيفه ضرب مش عابه الله يبون أمدان ما لا أقدر نقول شيء الله يا جماعة الخير هذه ليست مرتبة ولا مدروسة وللعلم القبائل والله تيجان على رؤوسنا ما في كلام وبلا شك صادفت أن شاعرنا المميز أنت طريت دعو بلا شك ولكن تسمح لي بكلمة بلا شك أنني بي كلماتك حسان بن ثابت السلام أكبر منا فاضل عند الله السلام واطيم منا نعم واطيم منا في الشعر السلام أفتخر بقحطة عند من عند أشرف البشر هذا دليل أن حق مشروع للشاعر يفتخر برابعه بني عمه وقبيلته بدون ما يمس مشاعر الآخرين السلام حسان بن ثابت اطيم منا عند الله واطيم منا في كل شي السلام هو يعتبر قدوة لنا الشعار السلام نغنانا في قحطان ومندحناهم في قحطان يستاهلون وحنا نقدم الشيء اللي نعتبره بعده قاصر من حقهم ولا ودنا بالشيء اللي يجملهم قحطانا كلهم سأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع ولا ننسى أن ندعو لوطننا الغالي وحكومتنا الرشيدة وكذلك الأسرة الكريمة التي ما زال خيرها من ثلاثمائة عام ونحن ننعم فيه في هذه البلد الكريمة أسرة آل سعود سأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من الموفقين ساعدنا بضيفنا المميز والراقي والحبيب ونراكم إن شاء الله عزيزي المشاهدين في حلقات قادمة ومليئة بالفوائد واللطائف شكرا لكم على المشاهدة وشكرا لكم على الاستماع كنتم مع منصور بن صيفان والشاعر القمة الراقي ناصر بن لمدان وحياكم الله ونراكم إن شاء الله في حلقات قادمة ودمتم سالمين شكرا لكم على المشاهدة